موسيقى لازم نحافظ عليها وهي أمانة ربنا سبحانه وتعالى في سعودة عندنا لازم نحافظ عليها ونربيهم صح ونربيهم كويس ونقف جنبهم لحد ما نوصلهم لبر الأمان عشان إحنا مش بنبني طفل واحد الأمهات والأبهات بيبنوا مجتمع كامل مجتمع كامل بكيمه بعاداته بتقاليده فلازم نكون قد المسئولية ديا ونحافظ على أطفالنا ونعرف إزاي نربيهم صح عشان كده أنا معايا ومعاكم النهاردة أستاذة دينا مصطفى دكتورة دينا مصطفى استشاري تربية تربية خاصة وأخصائي تخاطب والترباط النطق وطبعا إرشاد نفسي وإرشاد أسري وليها في كل المجالات ما شاء الله عليها فحنا النهاردة نبتدي معاكي وهنبدأ الحلقة وهنبدأ النهاردة حلقتنا بعمل تتكلم عن الترباط السلوك في الأطفال فطبعا أسئلة كتير من الأمهات بالجيلة عن الترباط السلوك وإن يعمل ايه وإبني عنده مشكلة كزا وإبني عنده مشكلة كزا وطلبوا مني كتير جداً جداً لأنه أنا�تكلم معاكم المعاردة في الحلقة بين فأول سؤالة سأقولك إزاي نعرف إن ابني أو بنتي عنده مشكلة أو عنده فرط في الحركة ومنين أعرف إن ابني أو بنتي عندهم شقاوة عادية جدا ومعندهمش مشكلة ولا فرط في الحركة يعني إزاي فرق ما بين الشقاوة العادية وفرق ما بين فرط الحركة في فرق طبعا بين الشقاوة العادية وبين فرط الحركة مش كل ولد اتشق في البيت كسر كباية بهد الحاجة يبقى هو كده عنده فرط حركة لا فيه علامات كتير جدا احنا نقدر نحددها مع الام في البيت بتبين الولد ده هل هو عنده شقاة وعدية ولا عنده فرط حركة الولد اهم حاجة ان يكون في المدرسة مستواه الدراسي وتحصيله الدراسي يكون كويس لان فرط الحركة هو ثلاث انواع او ثلاث مستوات فيه فرط حركة بيبقى فرط حركة شقاة وعدية فيه فرط حركة معاه تشتت انتباه وفيه ثلاث حاجة الاندفاعية لو الام في البيت المدرسة بتبعت لها والميز بتاعته بتبعت ان هو طول الوقت ما بيتحركش في البيت يعني ما اقدرش يعود مدة الحصة سواء اللي هي الحصة الصفية او لو في اي مكان في انشطة برا الفسك ما بيقدرش يتمها لنهاية النشاط ده يبقى هو كده الولد دوت عنده فرط حركة لو الدرجات بتاعته درجاته التحصلية يعني هتقلب معاه بصعوبات تعلم ان الولد ده مش قادر يحصل لانه طول الوقت بتحرك كتير وطول الوقت بتشاء كتير هو كده عنده تحصيل الدراسي بتاعه ضعيف تمام ايه كمان ان انت مثلا في البيت انت قعدت في مكان هو مقدرش يعود خمس دقايق على المقعد اللي قاعد عليه او على الكرسي اللي هو قاعد عليه لو هو نفس التصرفات بتاعته في نادي او عند حد غريب نفس الحركات اللي بيعملها كل يوم هي نفس الحركات بتاعته مش قاعدية ما فيش تركيز ما فيش انتباه ما فيش اي حاجة هو بيعملها بتؤثر عليه خالص لا مهاريا ولا اكاديميان طب احنا بنعمل ايه بنتوجه مثلا للمتخصصين بنعمل حاجة اسمه اختبار لفرط الحركة طب لو الولد ده بالفعل هو عنده اختبار فرط حركة طب انا اعمل ايه بعمله بصمة غذائية ودي بتبقى عبارة عن خصلة من الشعر وتحليل عين الدم بتقى في المعامل الكبيرة وفي المراكز البحوث الكبيرة دوت انا بقدر احدد من خلالها هل الولد ده عنده فرط حركة ولا لا كمان تحليل المعادن السقيلة لو التحليل دي اثبتت ان في معدن من المعادن السقيلة ان حاسل الرصاص بس من قبل التحليل ومن قبل كل دوان انا لو عايزة اعرف في البيت علامات كتير مش بس للتحصير الدراسي هل في علامات تانية تبين احنا بنقول دلوقتي بنوعي الام الام اللي هي مش عارفة اذا كان ابني ده شاقي عادي ولا اذا كان ابني عنده ايه فرط الحركة ADHD احنا عايزين بس اختلافات كتير على اساس ان هي تقدر تفرق تبقى فاهمة ان دوان مش شاقي وعدية لا ده في حاجة غلط هنا تجي نور عندي ينور ان في حاجة غلط عند ابن لو الولد مثلا راح عند جدته خرج مثلا انتي مش عارفة تتحكمي فيه في اي وقت رايحة مثلا المول تعملي شوبينج ولا حاجة الولد مش قادر مش قادرة تسيطري عليه يعني هو نفس تصرفاته في البيت هي برا عند حد غريب لو جيه ضيف هي نفس التصرفات اللي بتصرفها برا البيت خارج البيت يبقى الولد ده مشكلة تمام زائد ان هو ما بيركز ما عندهش تحت هي طول الوقت كأنه يعني كأنه متشغل بمطور هو مش قادر يفكر يعني هو الحاجة نفسها ما بتكملش في ايده خمس دقايق ما بيفصلش هو بيدور طول الوقت على حاجة بتلفت انتباه ودوقتي نور منور هو عايز يطلع يجيب اللمبة دي مثلا هو عايز يفتح التلاجة في نفس اللحظة بيفكر في ان هو يكسر كوباية يوقع حاجة من على الارض فكل التصرفات بتاعته بيبقى هايبر اكتف طول الوقت عنده الحاجات دي فبنقول ان احنا بنعمله تحاليل المعادن الصقيلة طيب التحليل ده لو نسبة التحليل المعادن الصقيلة دي ارتفعت في الجسم بنقول ان بتتحول لنوع من المورفينات سموم للجسم فيبدأ المخ يضخ الدم بشكل غير طبيعي عن المعدل الطبيعي تمام طبعا هو ليه أسباب فيه أسباب بيئية ان طول الوقت ان الولد البيئة اللي هو محاط بيها الولد بتخليه هايبر اكتف زي الكارتون زي الموبايل كل الحاجات دي بتخليه طول الوقت هايبر اكتف هي دي أسباب بيئية أسباب بيولوجي حاجات أصلا مشكلة في قلنا في خلايا المخ نفسها طب هل ده لي علاقة مثلا بتصدوج غلط أو حاجة غلط بتعملها الأم ويحامل لا الحامل الأم مثلا ان هي تتعرض مثلا لأدخنة لأتربة لحاجات كيميكالز لأشعة كل الحاجات دي بتأثر على الولد بس بنسبة ضئيلة لكن السلوك نفسه السلوك نفسه في البيت يعني ايه مثلا يعني الأم مثلا بتدي الولد الموبايل مثلا أنا بتجيلي مثلا العيادة الولد أقول لها يا مدين بيمسك قدقي التلفون بتقول لي يعني طول النهار يعني بتع 10 ساعات مثلا طب هو طول الوقت عنده طاقة بيتفرج على الحاجات كلها أكشن حاجات بتحس على العنف خرجها الولد فبتخرج على هيئة الحركات بقى بس ده في حالة انه هو يكون أصلا مريض أو عنه مشكلة أساسية احنا قلنا ان دي أسباب بيئي الفرط الحركة أسباب بيقوله جي بقى الحاجات الداخلية اللي احنا قلناها ارتفاع المعادن الساقيلة في الجسم هي دي اللي بتعمل يا هال يا دكتورة فيه لدحل اه طبعا وبتعالج تماما اه يعني طبعا بالجلسات والعلاج وفيه كرصات لتعديل السلوك بيبقى في المراكز وبيبقى في البيت ولا بيبقى فيه علاج دوائي وفيه علاج دوائي بس احنا يعني انا بتكلم العلاج مثلا بيدي مثلا النتيجة بنسبة 20% لكن أهم حاجة المعاملة ان انا غير للولد لايف ستايل سلوب حياته نفسه لازم يتغير طريقة حياته طريقة نوم وطريقة أكله طريقة تعاونه مع اللي حواليه هو الولد بيكون عنده الإلحاح والأسئلة كتير طول الوقت مهايبر طول الوقت بيتكلم مع اللي حواليه ما بيسمعش حد طول الوقت بيعيط طول الوقت بمتزمر احنا طبعا بنقول للأمهات في البيت وياريتهم ميبقوا مركزين معاه في النقطة دي ان انا ملبيش للولد طلبه مش معنا ان هو عيط شوية ان انا مدودوش في التليفون لا معلش يسيبيه عيط شوية وده بيأثر بيأثر جدا 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 على تعامل الولد طول الوقت يعني هو خلاص هو تعود ان هو اي حاجة بيبقى عايزة بيضغط على الأم بوسيلة العيوض فاحنا الموبايل ده يا جماعة لو سمحتم على قد ما نقدر نديله على الأقل على الأقل بالتدريج نص ساعة في اليوم ساعة في اليوم أقصوها لكن مش طول اليوم طول اليوم ألعاب والألعاب اللي هي النازلة جديدة دي بتدمر بتدمر الخلال عصبية في المخ تماما طيب دلوقتي في أمهات بنشتكي من العكس تماما اللي هو ما عندوش فرط حركة مش شقي خالص لا بالعكس الولد على طول على جنب هجل انتوا ما بيتكلمش خالص اللي بيكلمهم ما بيردوش عليه زر يعني مثلا كل كان كلمة هو يرد بكلمة واحدة زلط ما فيش كلام ما فيش تعامل مع الآخرين ما بيلعبش مع الأطفال فيش أي حاجة خالص أنا بنقع جنب الحيط على فور طيب اللي هو ده بقى نفرق إزاي ما بين النضيق يكون خجل أو انطواء طبيعي أو النضيق ده مرض بقى أو قلب بتوحد أو قلب بمشكلة نفسية عند الطفل إزاي نقدر نفرق ما بين ده وده إحنا طبعا بنفرق بين التوحد وبين حاجة اسمها الحرمان البيئي أو الخجل بنلاقي بعض الصفات متشابهة إن الولد طول الوقت قاعد لوحده دي بتيجي نتيجة خارج البلد اللي عايشين فيها فالأم بتبقى خايفة على الولد وقفل عليه فالولد طبعا ما عندوش تفاعل ولا تواصل مع اللي حواليه تماما طيب إحنا نعمل إيه الأم اللي ابنها عنده خجل ده نعمل إيه فيه بنقول إن إحنا ندخله ده بحله الخجل بقى مش في الحال المرابي الأم طبعا في بعض الأمهات طول الوقت مثلا الولد ده ما عندوه ثقف نفسه من كتر الحاجات اللي اتقع على نفسية الولد اللي هو مثلا عمل حاجة غلط طول الوقت إيه إنت بتعمل حاجة غلط فخلاص الولد رسم لنفسه أنا وحش أنا وحش فخلاص ماشي على نفس الطريق ده حل الولد ده إنه يشترك في ألعاب جامعية يلعب كورة يتمرن سباحة لو هو تدور على الموهبة لجوه كل واحد فينا عنده موهبة داخلية جوه ومش بس كده كمان إن أنا أقول له كلام حالو طول الوقت أشجع وطول الوقت إنت جميل إنت شاطر أيوة إحنا في فرق إحنا بنقول في البيت في فرق بين الحزن والشدة يعني أنا مش طول الوقت بعاقب الولد وطول الوقت بضرف فيه لأ أنا ممكن في حاجات معينة ده غلط يبقى هو ده غلط ده لأ ده لأ هو خلاص قولا قولا فاصل يعني هو لأ لأ أيوة أيوة ما ينفعش إن أنا طول الوقت يبقى ليه كلمتين متطربين في نفس الوقت وبنقول كمان إن الأب والأم يكون هما اللي اتنين نفس يعني نفس الرأي يعني لو الأم مثلا قالت لأ يبقى الأب بنفس الكلام يقول لأ يبقى هما اللي اتنين يكون في اتصاق بينهم في نفس الموضوع اللي الولد بيستشرهم فيه طيب إحنا قلنا هيلعب العجة معي أدور على الموهبته فيه ولد بيحب يرسم فيه ولد بيحب يغني فيه ولد مثلا بيحب يشكل بسلصال عنده مثلا لياقة بدنية عالية جدا تشتركه في نادي كويس أو أي مركز من المركز الشباب الموجودة في البلد اللي هو موجود فيه المهم يطلع الطاقة اللي هو دي دي يعني هتعازل ثقة بنفسه جدا كذلك الولد اللي هو على النقيد الولد اللي عنده فرط حركة طيب الولد ده عنده مشكلة طول الوقت مهايبر أنا إيه المشكلة لما ألعب معاه في البيت أجيب شوية سلصال ونقعد نرسم مع بعض نرسم نلون نشكت بسلصال أنا ممكن أشاركه في البيت أعمالي المنزلية أنت عليك النهاردة هتعمل واحد اتنين ثلاثة وانت عليك البيت كله بيشتغل هو كده كل الطاقة اللي جواه عنده مستنفذة أنت طول الوقت بتشغليه طول الوقت بتحركيه خليه ينزل اشتري حاجات من تحت خليه يعتمد على نفسه نرجع للولد اللي عنده خجل الولد محتاج صبورت جدا منك طول الوقت أنت شاطر أنت حبيبي برافو عليك أنت ممتاز أنت رائع حتى هو يكتسب لنفسه خبرة ويكتسب ثقة بنفسه تمام إمتى نعرف بقى أن الخجل ده مش خجل عادي ده مرض أو زد بقى من النزوم قوي وبقى حاجة مرضية من الطفلة أصلا مش مستقبل مني حاجة نريد علي إحنا قلنا في فرق بين الحرمان البيئي وفي فرق بين التوحد إحنا قلنا أن التوحد ده التراب التراب في خلايا العصبية للمخ وبيكون نقص في الجلوتين والكزيين الموجود في الدم طب علامته إيه أعرف منين النبني ده عنده توحد أنا كده في البيت كأم أنا معرضتوش على أي متخصص بس أنا في البيت عايز أعرف هل الولد ده طبيعي ولا الولد ده مش طبيعي بنقول أن الولد ده بيتصرف تصرفات تكرارية يعني كل يوم بيعمل نفس الحاجات كل يوم نفس الكلام ما عندوش تواصل بصري يعني أنا الولد ما قدرش أن أنا عود أتكلم معاه كده ما عندوش توفعه اجتماعي خارس هو مش شايفني أساسا هو مش شايفني أصلا تمام حركات تكرارية طول الوقت بيعملها عنده روتين يومي الروتين اليومي اليومي بتاعه مختلف يعني هو مثلا ممكن يجيب اللعب بتاعته يرصها بطريقة معينة طب لو الأومة مثلا بتروأ زي أشياء نمطية أو تكرارية أشياء نمطية تمام كل يوم كل يوم في نفس الوقت في نفس المعين أشياء محببة هو بيحبها وأشياء محببة أشياء غير محببة ما بيحبهاش تمام كمان عندو فيه أطرابات حسية أن الولد مثلا لا يغوى الاحتضان يعني منفعش أن انت حتى تسليمي عليه كده وتغذيه تحضنيه ما تقدرش تلمسي شعب فيه أولاد بتمسك حاجات بلاستك تاكلها أو بتاكل أشياء غريبة أشياء صلبة نعم تايل حاجات دي واضحة جدا لأي أم تقدر تفرق قوي 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 ما بين الطفل المنطوي أو الخجول عادي وما بين اللي عنده توحد أو مشكلة تانية نفسية تمام بس في كلتا الأحوال الولد سواء كان عنده توحد سواء كان عنده حرمان بيئي سواء شقاوة عادية سواء فرط حركة أهم حاجة الدعم النفسي اللي بتقدمه الأهل أن الولد أنت تقوله يعني أنت فين طبعا إحنا كلنا بنبقى فيدي بقى لعلاج التوحد أحنا قلنا لعلاج الخجل أو نقص لعلاج التوحد علاج التوحد فيه طبعا جزء دوائي تمام والجزء المهم والأهم هو العلاج الوظيفي والتكامل الحسي تمام أن الولد وطبعا محتاج تنمية مهارات محتاج تعديل سلوك كل الحاجات دي كلها برامج رعاية ذاتية أن الولد يعرف يعرف يعني مجتمع خارجي يعرف يعرف البلد اللي عايش فيها يعرف يأكل يعرف يشرب يعرف يلبس يعرف يعتمد على نفسه لأن الحاجات دي الولد في بعض الحالات الأولاد اللي عندها توحد ما بتقدرش تعتمد على نفسها وبتكون الأم بتساعدها ودلوقتي طبعا توفرت كتير دلوقتي في المدارس المعلم المساعد أنه بيكون لو ابني عنده توحد تمام هل ده لي علاقة برضو في فترة الحمل أو الوراثة أو عامل الوراثة يعني ده لي علاقة بإيه اللي حصل لي في فترة حملي عشان كده ابني يتله عنده توحد يعني مثلا الستفل اللي بدي حصل لها اضطرابات نفسية في الحمل أو اكتئاب أو مثلا بتزعل أو أي شاكل نفسي هل ده هو ممكن اللي يأثر ويطلع الطفل عنده توحد ملاش علاقة ده أملاش علاقة خالص ولا وراثة نا طيب احنا امتى برضو دكتورة بما بينا حضرتك طبعا اخصائية برضو في الترابات النطق والكلام عايزين نعرف امتى نقول ان انا ابني تأخر في النطق ابني دلوقتي ما بيتكلمش زي صحابه ابني دلوقتي امتى بتدع عرف ان الطفل عنده مشكلة من سن كام احنا في البداية من قبل ما الولد ما بيتكلم فيه مهارات ما قبل اللغة او ما قبل الكلام يعني انا مثلا الولد ده هو اول ما يبتدي ست شهور سبع شهور الانتباه الادراك ان انا مثلا لما بعمله باي هل هو بيعمل زي باي الحروف البسيطة اللي هي الحروف المنغاية اللي بنقولها بابا ماما الحاجات اللي هي البسيطة دي هل الولد بيعملها في نفس الموعيد اللي المفروض الاطفال الطبيعية بتعملها ابدأ اخاف امتى ابدأ اخاف بعد سنة انا لو الولد ده في ساعات كتير امهات بتبقى عايزة مثلا تعمل حاجة معينة مشغال الولد يورج اتقولك انا فرحانة بيه جدا لانه هو بيتفرج على الكارتون وسكت انا مش هايزين نسكت اه فهي دي المشكلة انا مش هايزين نتكلم ويتفاعل بزبط كده ويبقى فيه تفاعل ويلعب بقديه ويفتشف الحاجة بنفسه مش هايزين نفجل بعد سنة ونص هبدأ لا بقى ان الولد ده مش طبيعي يعني حاجات البسيطة اللي المفروض ان هو يعرفها المفروض ان هو يعرفها لو لقيته مختلف عن اكرانه لا ابدأ ان انا اتابعه ابدأ ان انا اتكلم معاه يعني فيه حاجة اسمها التعامل التعامل الاموي يعني انا دلوقتي امه والده بابا لازم اتعامل معاه يعني ايه مثلا انا هات هات الطماطم هات بطاطس افتح التلاجة هنشرب ميا فيه امهات بتسيب الولد هو فيه ناس كمان قالوا جه حاجة جميلة جدا كنت او مرس معها ان هي تلعب مع دور الملقن بالزبط اللي هو زي المعلق المعلق بتاع الكرة تمام احمد بيعمل كذا احمد دلوقتي هيمشي يروح يجيد كذا احمد مثلا كذا لا احنا نقول يلا نعمل سوا لا هو بصي لما انا اقول له احمد ده هو ممكن يقلب معاه بحاجة اسمها ايكولاليا ايكولاليا دي اللي هو مصادات الكلام او تردد الكلام الفكرة ان انا الدعم النفسي احنا بنقول بيأثر جدا مع الولد يلا مثلا يلا نشرب من التلاجة نفتح التلاجة دي مية دي كباية طول ما انا قاعدة الام في البيت هي بتكلمه طول الوقت بتحوره طول الوقت بتعرفه المجتمع الخارجي يعني ايه بحر يعني ايه مية يعني ايه فكهة يعني ايه غدار يعني ايه حيوانات يعني ايه طيور كل الحاجات دي كلها الولد بعد فترة معينة بيكون عنده حصيلة لغوية ممتازة جدا بعد كده بيحصل له انفجار لغوي يبدأ بقى كل كلام كله بيقوله يعني طيب هل ده كله اللي احنا تكلمنا فيه ده كله اه اترابات الحارقة والخجل والا اترابات النط هل ده كله ليه علاقة بالموبايل والتابلت يعني هل ممكن يكون الطفل اصلا ما عندهش مشكلة مرضية ومولود تمام والموبايل او التابلت هو اللي يجبه المشكلة عامل حفاظ هو عامل حفاظ في اي مشكلة واي اتراب سلوكي يعني انا حتى في العيادة بتكلم مع الامهات بقولهم اهم من الجلسة الممنوعات يعني طبعا الممنوعات المواد الحفظة الحاجات المياه الغذية الموبايل للتاب التلفزيون وخاصة الكارتون الاغاني البرامج الاغاني اللي هي بتبقى طول الوقت دي مع الولد الولد اللي عنده خجل هو طول الوقت اعاد كده بيتلقى طول الوقت وطول الوقت مش عارف يعبر اللي هو بنسميه افازي استقبلية هو بيستقبل لكن عنده اللغة التعبيرية معدومة كذلك الولد اللي ما بيتكلمش نفس المشكلة الولد اللي فرط حركة طبعا هو طبعا ما بيختارش البرامج فيها اغاني ولا ما بيختارش البرامج اللي هي على هواه الحاجات اللي بتحسه على العنف تلاقي الولد يقولك انا بلعب الخارقين تلاقيه مثلا يتفرج على الكارتون ويجي بقى بعد البرنامج ما يخلص او بعد الكارتون ما يخلص بيعمل نفس بيمثل الطفل الخارج ده او البطل الخارج اللي هو كان بيتفرج عليه يبدأ بقى يدرب وهنتكلم بقى في التغذية تمام ام بتشتكي انا ابني ما عندوش اي شهية للأكل ام تانية بتشتكي انا ابني بياكل الاخضر واليابس وخلصي على الأكل كله تمام طبعا هل دي ممكن تكون مشكلة نفسية ولا هي طبعا السمنة المفرطة والشهية المفتوحة بتزيد عن اللزوم هي طبعا لازم تتقنن طب لو الولد دقت بتفرج على التلفزيون والأم جايباله اكل كده وشوكولاتات وحاجات هو بياكل هو مش مركز اصلا في التلفزيون مش مركز طبعا فبياكل بطريقة بطريقة عشوائية منقول ان نلعب رياضة ان الأم تنظام له اكله لأ كده تمنع السكريات وشوكولاتات الكتير طب واللي هو العكس العكس تمام احنا بقول دي شطرت أم بقى ان الأم تعمل حاجات في البيت ان هي تجوعه تمام بس قبل ده قبل ده قبل ده تعمله تحليل ستول ممكن يكون فيه فطريات فيه عصر هضم ده طبعا بيأثر عليها تعمله تحليل دم ممكن يكون فيه أنيميا برضو بتأثر ياخد شوية أدوية كده مالتي فيتامينز كده تفتح شهيته كمان الأم بقى في البيت سعيدة جدا بالقائم معك النهاردة وكلام مفيد جدا لكل الأمهات أنا أسعد جماعة أطفالنا أمانة في إيدينا ولازم نكون قابل المسئولية وربنا وصنا عليهم ولازم ناخد بالنا منهم كويس قوي إلى اللقاء في حلقة قادمة من 6 على 6 شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة